السلام عليكم ازايكم عاملين ايه معنا النهاردة فيديو جديد وسلسلة جديدة هنبدأها على القناة حبي فيها اغرب الموبايلات القديمة عاملة ايه في 2021 الموبايلات اللي نزلنا بقالها في فترة هل لو انت قدمك الموبايل ده سواء مستعمل او جديد وانت حيب تشتري الموبايل ده والموبايل ده عجبك هل هو موبايل كويس في 2021 ولا مش موبايل قد دي كده المهم نجم حالاتنا النهاردة هو الاوبو ايه 93 بما ان الاوبو ايه 94 لسه ما ننزلش وخلاص دلوقتي ما قدمكش حل لو انت عايز تشتري حاجة من سلسلة الايه من اوبو هو ده احسن موبايل في سلسلة الايه من اوبو فخلينا نشوف هل الاوبو ايه 93 هو موبايل كويس في 2021 ولا مش قد كده ويلا خلنا نبدأ كلامنا كده بتصميم الموبايل الموبايل ده واحد من اشك الموبايلات اللي في سلسلة الايه عند اوبو عندك هنا ظهر الموبايل هنا جاي من البلاستيك لكن الظهر هنا مصنفر شوية كده بيديك ملمس وده بيساعد ان الموبايل ما يتزحلاش في ايدك وان الموبايل ما يبصمش برضه وما يلمش بصمات بشكل كبير الموبايل بيبصم ولكن بشكل بسيط شوية الظهر هنا في بعض الانعكاسات الخفيفة وعندك هنا الشريط جاي على جنب الموبايل كده وعندك طبعا البوكس بتاع الكاميرات المألوف جدا اللي تقريبا كده لو شفت الموبايل ده من بعيد هتحتار ما بينه ما بين النوفا 7 اي بداع واوي عندك هنا اربع كاميرات مرشوصين في بوكس مربع كده والفلاش جنبهم وزي ملترك الموبايل ده ظهر وفلين جاي من البلاستيك ووزن الموبايل ده هو 164 جرام وبالتالي ده بيترجم ان مسكة الموبايل هنا كويسة جدا الموبايل تقدر تمسكه بايد واحدة وتعامل به كويس جدا من اليمين بقى عندك زرار الباور بس ومش عليه شريط الخضراء اللي متعودين عليها من اوبو وعندك من الشمال ازرار التحكم في الصوت تعالية وتطوطية الصوت وعندك درج الشريحة والموبايل ده بيجيب ثلاث مداخل يعني طعف تركب للموبايل ده خطين وكارت ممري في نفس الوقت اما من فوق فمي فيش حاجة عندك غير الموبايك بتاع العزل ومن تحت بقى عندك مدخل ثلاثة ونصف ميلي وعندك الموايك الاساسي وعندك هنا مدخل يو اس بي سي والسماعة الاساسية والموبايل ده بيجيب سماعة واحدة سماعة مونو الا ان صوتها كويس جدا وسوط محترم جدا صوت السماعة دي قريب جدا جدا من صوت السماعة بتاع الرينو فور والرينو فايف خلينا بقى نتكلم عن شاشة الموبايل الموبايل ده بيجيب شاشة بمقاس ستة تلاتة واربعين من مية بوصة الشاشة دي جا من نوع اموليد ودقة شاشة دي هي فول اتش اي دي بلاص بكسافة بيكسلات ربعمائة وتسعة بيكسل في كل انش وللأسف طبعا الشاشة دي هي ستين هيرتز وزي ما انت شايف كده تصميم الشاشة دي هو جاي بتصميم الهول بانش هيرتز ولكن فيها بعض التحفزات كده شايف انه مؤخرا الناس بتهتم بموضوع الفليكرينج والحاجات دي وطبعا دي حاجة اساسية في اي شاشة اموليد اي شاشة اموليد بتعمل الفليكرينج ولكن دي بتختلف بقى من نوع الشاشة ونوع البانل والحاجات دي والحقيقة شاشة الموبايل ده بتعمل طبعا الكلام ده مش هتشوفه بعينك الكلام ده بيظهر بس في الكاميرات ولكن الفليكرينج في الشاشة دي بيقلب حرفيا لما بتضطي الاضاءة على اضاءة ليلة جدا طيب الكلام ده هيفيدني بايه لما انا مش بيشوف الكلام ده بعيني الكلام ده هيفيد الناس اللي بتتعب من الشاشات اللي بتقعد تقلب ما بين الاضاءة فيه ناس بيجي لها صداع من الموضوع ده فحبيت بس ان انا اذكرت تاني تحافظ على الشاشة دي ان هي جاي برفريش ريت ستين هيرتز وفي ظل وجود دلوقتي تسعين هيرتز ومية وعشرين هيرتز في نفس الفئة السعرية اموليد كمان فده يعتبر عيب في الشاشة دي لكن هي كشاشة اموليد كسطوع وكالوان قريبة جدا من شاشة الابو رينوفور مع تفوق طبعا الرينوفور في الالوان شوية وفي السطوع برضو شوية وزي ما قلتلك الحفة السفلية هنا كبيرة شويتين فهي يعني مش هدايك قوي لكن برضو دي حاجة في الشاشة برضو لان الحفة السفلية بتاعتها كبيرة شوية عن كل المنافسين بس من الاخر كده شاشة اموليد شاشة الوانها ممتازة جميع زوية الرؤية فيها ممتازة جدا السطوع بتاعها محترم جدا الشاشة دي هتبقى واضحة معاك تحت عشاعة الشمس في اي ظروف اضاءة مش هتلاقي اي مشاكل مع الشاشة دي وبما اننا كلمنا عن الشاشة بتاعت الموبايل ده فاحب اقول لك ان الموبايل ده البصمة بتاعته جاية هنا تحت الشاشة والحقيقة زي ما احنا متعودين من ابو ريلمي البصمة هنا سريعة جدا واعتمادية جدا وبالتأكيد طبعا عندك هنا الفيس اي دي في الكاميرا الامامية وطبعا الفتحة اللي جانب الكاميرا الامامية دي هي مش كاميرا تانية ده سنسور كده عشان يعمل لك الحركة بتاع الايماءات اللي شفناها في اللي هي بتاعت تحرك كده وتسكرل بيدك بالحاجات اللي زي كده والحقيقة انا شايف نوع مش اوبشان يعني اللي هو قوي انك تشتري الموبايل عشان ولا اي حاجة ده حاجة عادية ومش هتستخدمها اصلا العكسة لو كانوا شالوها وحطوا البنش واحد انا يخلي الموبايل شكله احسن نيجي بقى لتالت نقطة في الموبايل ده وهي الشبكات الشبكات في الموبايل ده ممتازة جدا جدا سواء شبكات الواي فاي او شبكات المحمول الموبايل ده فعلا الشبكات فيه قوية جدا ومحترمة جدا زي ما احنا متعودين برضو من بس للأسف الموبايل ده مفهوش انف سي الموبايل ده جاي مش دعم للانف سي وده يعتبر عيب برضو في الموبايل على فئة سعر الموبايل ده ان هو مفهوش انف سي نتكلم بقى عن المعالج والعتادي الداخلي في الموبايل ده. وقبل ما نتكلم كده الموبايل ده لو انت بتحب الالعاب او انت عايز موبايل الالعاب قبل عن الموبايل ده تماما الموبايل ده مش الالعاب خالص. الموبايل ده بيجي معالج هليو بي خمسة وتسعين معالج بتكون يجي تصنيع اتناشر نانو متر. نفس المعالج ده اللي كان موجود على ال اوبو رينا سري برو. وهيكون عندك هنا النسخة واحدة هي تمانية رام مية تمانية وعشرين ذاكرة داخلية. وحاليا الموبايل وصل لاندوريد مع وجهة وطبعا مش محتاجين الكلم عن مزلات الواجهة دي وقديه هي وجهة خفيفة وسالسة جدا وكويسة جدا. هده الموبايل ده باختصارش دي كده متوسط ويعتبر تحت المتوسط كمان. الموبايل ده لو هتستخدم الموبايل كسوشال ميديا تصفح فيسبوك واتساب انستجرام يوتيوب والحاجات دي الموبايل هيشتغل معاك تمام ما فيش اي مشاكل. الا ان المعالج بتاع الموبايل ده برضو ضعيف ومش قادر ان هو يناغم الوجهة ويشغل الوجهة باقصى قدر ممكن. ما تفهميش غلط الموبايل هنا سالس جدا الموبايل سريع وكل حاجة. لكن برضو لو تقلت على الموبايل كده بدات تفتح كم تطبيق كده مع بعض او تخرج من التطبيق وتخش في التطبيق بسرعة هتلاقي ان الموبايل اه بدأ هنا بقى ان هو ايه يلاك شوية كده او تحس ان الموبايل مش قادر يستعب انت بتعمل ايه اصلا. لكن في الظروف العادية الوجهة طبعا مساهلة على الموبايل ده كتير جدا. ولما اخش بقى على ده الالعاب وانا بستخدم هنا لعب بوب جي لانها تعتبر من قد الالعاب اللي موجودة على الموبايل. طبعا فيه الالعاب اتقل منها ولكن دي اللعبة الشعبية واللعبة المتدولة ما بين الناس. فهتلاقي ان الموبايل هنا اخرج هنا هم تلاتين اف اس الموبايل بيدعم هنا هاي جرافيكس وهاي فريم ريد برضو. لكن بتلاقي اللعبة فيها بعض كده وبتحس ان اللعبة مش سلسة احسن حاجة. تجربة اللعبة ما تكونش احسن حاجة خالص على هاي جرافيكس وهاي فريم ريد. فانت هنا لو حبيت تقلل الجرافيكس وتخليه سموز. هتلاقي برضو اخرك هنا هاي فريم ريد. وهاي فريم ريد هنا بيدوك تلاتين اف اس فقط. والحقيقة على سموز يعني كده تلاتين اف اس كويسين اللعبة بتبقى شغالة سلسة. هي طبعا مش بالسلسة الكافية ولا الاداء الواو ولا اقولك ان اللعبة بقى شغالة جمدة جدا ولا الكلام ده لا خالص. اللعبة هنا على قدها جدا بس تقدر تلعب عادي يعني. تعال بقى نتكلم عن الكاميرات بتاع الموبايل ده. وزي ما قلت ركب الكامير الموبايل ده بيجيب ارمع كاميرات خلفية. الكاميرا السياحة هنا تمانية واربعين ميجا بيكسل بفتحة عدسة واحد وسبعة من عشر. وعندك كاميرا تانية تمانية ميجا بيكسل دي كاميرا ألترا ويد. وعندك اتنين برضو بتساعد ان هي واحد وسبعة من عشرة. فبتديك برضو صور نوعا ما كويسة. لكن لما تقرن الكاميرا دي بالكاميرا بتاعت الوبو رينو فور مسلا هتلاقي تفوق للرينو فور في التفاصيل شوية وفي المعالجة برضو بتاعت الالوان شوية. مع انهم هما الاتنين يعتبروا نفس الكاميرا التمانية واربعين ميجا بيكسل. ونفس فتحة العدسة الواحد وسبعة من عشرة. فهي ككاميرا تمانية واربعين ميجا بيكسل مازال بتقدم صور كويسة صور يعتمد عليها لكن مش الصور اللي واو enemy هو اوليك نيات التفوق على كل المنافسين اللي موجودين في فات سعر بتاعتها. فنقطة الكاميرات هنا بتاعت الموبايل مش هتميزه برضو عن بها المنافسين اللي موجودين في فاته السعرية. برضو الكاميرا السلفي في الموبايل ده بتقدم صور كويسة في ظروف الاضاءة العالية. ولكن في ظروف الاضاء الولايلة الكاميرا بيبدأ يزهر فيها نويز وبتقدم لك صور ضعيفة شوية. لينه حدثة عدسة هنا اثنين واربعة من عشرة وكمان الكاميرا ستاشر ميجا بيكسل فمش بتلاقي ان الصور شارب قوي او فيها تفاصيل عالية فمقارنة مع السيلفي بتاع الرينوفور السيلفي بتاع الرينوفور يتفوق عليها في التفاصيل وفي المعالجة برضو طيب ليه انا بقرن الموبايل ده مع الرينوفور في معظم الحاجات اللي انا بتكلم عنها لان الرينوفور يعتبر قريب جدا من سعر الموبايل ده سواء هتشتريه مستعمل او هتشتري جديد. الاتنين اقربين جدا من بعض في السعر. وبالعكس cryptocurrency تفاق عليه في حاجات كتير جدا. بالنسبة لاخر حاجة في الموبايل ده هي البطاريات وسرعة شحن. الموبايل ده جاي ببطارية اربعة تلاف ميلي امبير مع سرعة شحن وللاسف جدا تمنتاشر وط. وسرعة شحن تمنتاشر وط تعتبر حاجة مش مقبولة تماما في لuts meio تعندك دلوقت تلاتين وط وتلاتة تلاتين وط وحاجات زي كده. فطمانتاشر وقت تعتبر سرعة شحن بطيئة جدا مقارنة بالمنافسين والحقيقة ده البطارية هنا 4000 ميلا امبير ايوة ولكن بيديك اداء ممتاز جدا البطارية دي تقدر تقعد معاك اليوم كامل عادي مفيش اي مشاكل سواء استخدامك بها عادي او اي حاجة البطارية هنا هتكمل معاك اليوم مرتاح جدا واخر حاجة طبعا لما نتكلم عن سعر الموبايل ده سواء مستعمل او جديد الموبايل ده سعره جديد هو 4500 جنيه نسخة 828 زكاية داخلية وما فيش نسخة غيرها طبعا واما سعر الموبايل ده مستعمل فهوه في حدود 3500 جنيه ففي كده الحالتين الموبايل ده لا انصح انك تشتريه في 2021 اطلاقا لو انت مش حايب تشتريه حاجة من الشركات التانية وبالدار على الموبايل من شركة اوبو فانصحك انك تشتري اوبو رينو فور خصوصا ان سعره قريب جدا من سعر الموبايل ده وانصحك برضو انك متشتريهش الاوبو رينو فور كجديد يعني اشتري الموبايل او اشتري الاوبو رينو فور مستعمل هيكون سعره قليل جدا حاليا وكمان هيديك حاجات ممتازة جدا خصوصا لما تبص الرينو فايف وتشوف التطورات اللي حصلت ما بينه وما بين الرينو فور هتلاقي ان التطورات طفيفة جدا يعني لو انت خدت الرينو فور بسعر قليل جدا هتبقى انت كذبان جدا ولو حابين برضو نعمل فيديو تاني عاوبو رينو فور ياريت تكتب لنا في الكومنتات تحت وطبعا مش محتاجة اقولك انك بسعر الموبايل ده ممكن تشتري ايه من الموبايلات الجديدة اللي موجودة حاليا في السوق سواء من شاومي سواء من سامسونج وطبعا هيدوك مميزات احسن من الموبايل ده كتير فالأوبو تلاتة وتسعين فشل معنا في 2021 وانصحك انك متشتريش الموبايل ده في 2021 سواء مستعمل او جديد وبس دي جاي كل حاجة عن فيديو النهاردة مانساش تعمل لايك وسبسكرايب ولو في موبايل عايزنا نجربه في 2021 وانشوف فقا الموبايل ده عامل ايه سواء مستعمل بقى وجديد اكتب لنا اسم الموبايل تحت الكومنتات اللي اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله سلام